بلغ عدد الوفيات المسجلة بالولايات المتحدة الأمريكية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد 4591 حالة وهي أعلى حصلة منذ تفشي الوباء في البلاد ووصل عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى حدود الآن وفقاً لبيانات جامعة جونس هوبكينز إلى 31451 حالة في مختلف مناطق البلاد هذه الحصلة المرتفعة في أعداد الوفيات تزامنت مع إعلان الرئيس دونالد ترامب أمس أن الوقت حان لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي الذي تم إغلاقه بسبب تفشي الوباء وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن أمر اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد يعود لحكام الولايات مشيراً إلى أن إعادة فتح البلاد ستتم على مراحل تعداد جامعة جونس هوبكينز التي تعد مرجعاً معتمداً في رصد الحالات الوبائية لجائحة كورونا أفد أن حصيلة الوباء بلغت إلى حدود الآن 33186 حالة وفاة مقابل 45703 حالة تعافي ترجمة نانسي قنقر